عندي حاجة جديد يقولون يقولون ردم الأحواض ما لأسماك هذا اللي يصار الآن حتى ينفتح باب الاستيراد من دول معينة يعني هسا هو من دولة معينة ما راح عشين لو أخي ما أنت أكو دولة بالعالم عندها منفذ على البحر ما يكون غذاء الرئيسي أسماك أنت أجاوب طبعاً أكيد لا خطأ خلال خلال يا منفذ أنت أجاوب يا منفذ يا منفذ يا منفذ تحشيلهم هسا المياهنا الإقليمية شبي أصدق في شي اللي لا في شي اللي تروح صيدون أسماك سفن قبل الأسطول ما نعم إذنك يروح يصيد ويجيب النيذب يصور شركتين جتي أوكرانية وإسبانية قالوا كل وحدة قالت نجيب 200 ألف طن سنوياً أسماك نحطها على الرأس للعراق ما قبل العراق ليش ما قبل لا 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 هسا لا 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 عادل المختار يدري عادل المختار ليدري هسا معلينة والباوة هذا الحش قديم وليا يا با هي هاي لا 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 مقديم لا مقديم واني يقول ما عندنا قادر لا لا عندي حش جديد والله يقول ما عندنا عندي حش جديد يقولون يقولون ردم الأحواض ما الأسماك هذا اللي يصار الآن حتى ينفتح باب الاستيراد من دول معينة يعني هسا من دولة معينة ما راح عشي لو أخليك لو تخلينا أكمل هسا جاي شركة روسية تريد تعيد الأسطول مالتنا من صيد الأسماك بعد يقابلهم وبيجد وقت صادية صيد بالبحر وليش مقابلهم زين ماذا